قبل ما نبدأ الفيلم صل على النبي من قلبك وهطلب منك طلب صغير عايزك تسيب الموبايل وتقوم حالا تصلي الفرض اللي عندك في الوقت اللي بتشوف الفيديو ولو مش خايف من ربنا خليك قاعد ما تصليش لانك مهما روحت ومهما جيت ومهما عشت كده كده هتموت فاخد عهد على نفسك من اللحظة دي ما تفوتش فرض صدقنا هتشوف الحياة بنظرة مختلفة تماما يلا خليك جدع وقوم بقى أنا عادي نستنيك أو ما تقلقش والناس اللي صلت بس هي اللي تعمل لايك عايز اشوف كم واحد صلة جاهزين؟ يلا بينا بتبدأ الاحداث بكمين شرطة وكانوا مشتبهين في شاحنة معدية الزبط قال لها رخصتك يا مزمزين بعد اذنك فبتقول له نستها في البيت وبيلاحظ ان في جرحة على جسمها فبتولع سجارة اللي ام علشان الجرح يلم واول ما فاتحوا صندوق الشاحنة اتفاجئوا بقطيع كلاب قالت لهم دي صفقة كلاب بلدي كنت بخلص فيها ما تقلقش حتى الزكور في ناحية والاناس في ناحية عشان التلامس بس وطبعا بيقبضوا عليها علشان يشوفوا ايه حكايتها في الوقت ده بنشوف محققة شرطة اسمها ايف نايمة في بيتها فبيجي لها اتصال وطلبوا منها تحضر في اسم الشرطة حالا وبتاخد ابنها تدي المامتها علشان تعتني بيه المامتها سألتها البامبرز فين عشان لو عمل بيبيه قالت لها خلي اعمل بيبيه في الاعداء وخلاص انت عارفة البامبرز بكم دلوقتي بعد شوية بتوصل الاسم وبتدخل قضة الحجز بتلاقي الست اللي كانت سايقة الشاحنة وبتتفاجئ انها قاعدة على كرس متحرك ومجروحة وبتنزف فبتقول لها انا محققة لكن في الاصل دكتورة نفسية واستدعوني لانهم مش عارفين يحجزوكي مع الستات ولا مع رجالة واول ما الست بتلف بتتفاجئ انها مش ستة اصلا بيكون رجل متنكر في هيئة ست وبيقول لها اسمي دج وبحب الكلاب جدا حتى بدأت احبك قالت له ايه يا واد يا بت انت ما تحترم نفسك فبيسألها عن حياتها الاجتماعية قالت له مطلقة ومعايا طفل تسع شهور وانت بقى عندك اطفال فبيقول لها طبعا عند حوالي 100 طفل وبتفهم ان قصده على الكلاب وبتسأله ايه سبب حبك للكلاب بالشكل ده فبيقول لها انقذوني من الموت اكتر من مرة ومستعدة ضحي بحياتي علشانهم بس فيهم عيب واحد بس انهم بيسكوا في البشر فبتقول له شكلك كده تعبان نفسيا اكيد في سبب معين دخلك في الحالة دي فبيقول لها انا عيشت طفولة صعبة جدا مفيش حد يستحملها وبدأ يحكي لها قصته من وقت طفولته وكان عيش مع بابا ومامته واخو فليكس وكان ابو بيربي كلاب ويستخدمها في مصارعة الكلاب ويكسب فلوس من خلالها بس كان بيجوع الكلاب بالاسابيع علشان تكون شرسة اسناء الكتال وابنه فليكس كان مختل عقليا زي ابوه عكس دوجو ومامته اللي كانوا متعاطفين مع الكلاب وفي يوم ابو دوجو بيدرب زوجته بعنف لما بيعرف انها اكلت الكلاب من وراه فبيكرر دوجو ان يؤكل هو الكلاب وقت نوم بابا لكن فليكس بيشوفه واسناء الغداء قال لبابا شفت اللي حصل ابنك المجرم بيأكل الكلاب بابا سأله بهدوء بتحبني ولا بتحب الكلاب اكتر فبيرد عليه بصراحة وبيقول له بحب الكلاب والمجنون بيتعصب عليه وبيحبسه في قفص الكلاب وبيقول له عقابا ليك هتعيش معاهم مدى الحياة وفي يوم مامته قررت انها تهرب من البيت وده لانها حامل وخايفة طفلها الجديد يحصل في زي ما حصل في المسكين ده فبتحدف له اكل كتير قبل ما تمشي وبتكون دي اخر مرة يشوف فيها مامته وكان بيقسم الاكل عليه هو والكلاب بالتساوي ايفا قالت له هقطع كلامك لان في سؤال محتاجة اجابته اعلقتك بزعيم المافيا ديجو فبيقول لها قاعد بحط مكياش في امان الله لقيت شاب بدخل علي اسمه اخوان بيقول لتفضل يا عم دج لقيت الكلب البلدي ده في الشارع دج قال له كلب بلدي زي بعض وحاته بتقل الكبدة والسجوء بيحتاجوه اخوان قال له بصراحة كده عايز اطلب منك طلب بس محروجة تكلم قدام الكلاب قال له تكلم ما تقلقش الكلاب هنا محترمة انا اللي مربيها بيقول له ماما ست غلبانة فتحة مخسلة تكسب منها لان بابايا متوفي بس في زعم عصابة اسمه ديجو بياخد منها فلوس كتير بالعافية مقابل الحماية وهددها لو ما دفعتش هيكسر المخسلة على دماغها فبيقول له رجع طم من ماما وقول لها الموضوع تحل ما تقلقش وفي تاني يوم تنكر في ملابس واحدة ست وقاعد قدام الحانة بتاع ديجو واول ما جات اللحظة المناسبة ادى امر للكلب بيبدأ الخطة ديجو بيلاقي كلب داخل عليه وشايل تليفون في بقه واول ما ساب التليفون بدأ يرم فبيرد ديجو على المكالمة وبنفهم ان دج اللي بيكلمه وفجأة بيدخل كلب تاني وبيعضه من رجله ومشه رجله وديجو بيتقلم وماحدش حاسس بيه دج قال له اسمع اللي هقولك عليه ونفزه ولا خلي الكلب ياخد اغلى ما تملك فبيقول له شوف انت عايز يا بشا وانا عنايا ليك دج قال له تبعد عن الست صاحبة المخسلة وما تاخدش منها فلوس نهائي فبيضطر يوافق غصب عنه لانه في موقف وحش قوي بعد كده الكلب بياخد التليفون وبيخلع من المكان والكلب التاني بيسب رجل ديجو وبيحصله وبكده نجحت خط الدج وبعد ما وصل لبيته كان مبسوط من اللي عمله لانه وقف جنبه واحدة ضعيفة وساعدها وبعدين وقف حكايته الحد هنا لان ايفا لازم ترجع البيت لابنها وقالت له بكرة هنكمل الكصة وفي تاني يوم ايف بتطلع من بيتها فبيتصل عليها طلقها علشان يشوف ابنه قالت له انت مضمن والمحكمة حكمت انك تبعد عنه لانك خطر عليه فبيهددها انه هيخطف الطفل وبيقفل المكالمة بعد كده بتوصل للمكان اللي دج كان عايش فيه مع الكلاب وبتلاقي جسس في كل مكان وعلامات لطلقات رصاص على الجدار بعد كده بتوصل الاسم علشان تكمل كلامها مع دج بتقول له حكيلي خرجت من قفص الكلاب ازاي فبيقول لها عدة سنين طويلة وانا محبوز بالشكل ده وفي يوم كلبة ولدت وكنت باعتني بولادها لكن اخويا فليكس شافني وبلغ بابا فبيطلع بابا بالسلاح وهو غطبان والشر بان في عينيه وكان عايز يدخل يقتل الكلاب لكن منعته وكنت بصرغ بأعلى صوت علشان يسيبهم والمجنون فقد اعصابه وضربني طلقه في ايدي وقتها حسيت ان جسم تشل وما كنتش حاسس بالنص اللي تحت وفليكس ترعب من اللي حصل وطلب من بابا يهدى ويدخل البيت ودج بيحط صبعه المقطوع في كيس وبيديلي الكلب وقال له شاف العربية دي عايزك تودي الكيس للعربية دي وفعلا بيطلع من فتحة في القفص وبيفضل يبحث عن الشرطة في كل مكان لحد ما بيوصل للعربية وبيحط الكيس على كبوت العربية علشان يفهموا ان في جريمة وفعلا مشيوا مع الكلب لحد ما وصلوا البيت دج وانقزوا حياته وبيتم الابض على ابو واخوه بس المشكلة ان الرصاصة خبطت في الجدار والشزاية طلعت منها واستكرت في العمود الفقري وده تسبب فشالة لنصف الدج والدكاترة سابوا الطلقة في جسمه لان هيكون في خطورة على حياته لو طلعوها وكمان لو عمل مجهود زيادة والطلقة تحركت في جسمه للأسف هيموت وبيقول لها اتحكم على بابا بعشرين سنة لكنه بيقتل نفسه بعد اسبوعين وفليكس بياخد 11 سنة بس بيخرج بعد 7 سنين حصن سيروس لوك وبيكون في كلب مستني قدام السجن وجمع باقي الكلاب وزنق في مكان فاضي وقتلوه ايف قالت له مفيش ذكريات جميلة في حياتك خالص كده انا قدامي كلام بيقول انك دخلت ملجأ ايتام فبيكمل قصته لما دخل ملجأ الى ايتام وبيبان انه عازل نفسه عن الاطفال وعنده حالة نفسية لانه مش قادر يجري ويلعب زيهم فبتدخل عليه بنت اسمها سلمة وبتكون متعاطفة مع حالته وطلبت منه يسلي وحدته ويقرأ كتب من المكتبة وكانت بتقدم مصرحيات في الملجأ فبتاخد دوجة يمثل معاها وبتعلمه ازاي يحط مكياج ودوجة حبها جدا لانها اول انسانة تحن عليه لكن الحلو ما بيكملش واحد من المخرجين بيكتشفها وبياخدها تشتغل معاه ودوجة يعيني كان حاسس ان قلبه اتخذ منه والدنيا سودت في وشه وبتعد السنين وسلمة بتكون نجمة ولها معجبين ودوجة اشتغل في ملجأ كلاب خاص بالمدينة بس كانت سلمة دايما في باله ومستنى اليوم اللي هيقابلها فيه لدرجة انهم تابعوا كل اخبارها في الجرائد وبيحتفظ بكل الاخبار اللي تخصها في كتاب خاص بيها وبعدين بيوصلها في مكان شغلها وبيديها الكتاب هدية وبتكون مبسوطة جدا بيه وبتقوله دي اجمل هدية جاتلي في حياتي وصاحبنا ده قلبه هيتر من الفرحة لان الهدية عجبتها فبيبص في عيونها ولسه هيقول لها بحبك المخرج بيدخل عليهم وبيتصدم لما بيفهم انه جوزها وبيحبس دموعه يا عيني وقلبه كان هيقف من شدة الزعل بس بيحاول يبان طبيعي قدامها وبيرجع الملجأ وهو شايل كمية حزن اتقل من الجبال وبيقف على رجله وبيحدف الكرس بعصبية لانه شايف انه انسان عاجز وخسر حب الوحيد بسبب كده ومن وجع قلبه بيصرخ بقى على صوت وما حدش حاسس بيه والكلاب بتقوله يعني ايه ده يا عم دج بكرة تلاقي ست ستها وبيفضل يعيط على الارض يا عيني ومش مكتوب له يفرح من قلبه والكلاب بتفتح القفص وبيفضله جنبه علشان يوسوه بعد يومين بيوصل مسئولين للملجأ وبيطلبوا من دج يخلي المكان وده لان الحكومة بعت الملجأ لوحد من المستثمرين فبيقولهم ادوني مهلة يومين علشان يسيب المكان وفي تاني يوم بيلاقي مصنع مهجور فبياخد الكلاب كلها تعيش معاه في المبنى ده وبينزل يبحث عن شغل في كل مكان علشان يجيب اكل للكلاب لكن مفيش حد بيشغله بسبب الاعاقة اللي عنده وبيدخل حنب يلاقي فيها رجال بيتنكروا في هيئة ستات وبيقدموا فقرات غنائية فبيطلب انه ينضم ليهم لكن صاحب المكان مش بيوافق لانه عاجز فبيوقف ضج وبيقول له ممكن اغني وانواقف عادي وبقى الفرقة عطفه معاه وطلبه من صاحب المكان يشغله واول يوم في الشغل تنكر في شكل واحدة ست وزميله بيساعده يقف وراء السطرة واول ما السطرة اتفتحت بيبدأ يغنب كل احساس ومن جمال صوته نساقفوله واولهم صاحب المكان واصبح لمعجبين بس لما تقفلت السطرة كان هيوقع على الارض لكن زميله لحقه بالكرسي وفي يوم قاعد بيجهز الاكل لكلابه حبيبه وكان بيقرأ الوصفة من الكتاب بصوت عالي فبيتفاجئ ان الكلاب بتجيب له المكونات وبيكون متفاجئ ان الكلاب بالزكاء ده فبيقرر يستغل زكائهم ويبعتهم يسرقوا مجوهرات من بيوت الاغنية وبعدين يبيع المجوهرات دي ويوزع فلوسها على الفقراء وتاني يوم الكلاب بتستعد الاول عملية سرقة وبيدخل واحد من الكلاب الفيلا بكل هدوء وباقي الكلاب واقفين مستنيين ويفتح لهم وفعلا بيفتح لاخواته وكل كلب فيهم عارف هيعمل ايه فسرقوا مجوهرات وعقدة المص تمنغالي جدا وتاني يوم صاحبة الفيلا بتبلغ موظف التأمين وده علشان شركة التأمين تعوضها بفلوس بس الموظف جيمسي مش فاهم ازاي اللص دخل البيت والبيت متأمن بشكل كامل فبيراجع كاميرات المراقبة وبيلاحظ دخول الكلاب للبيت وبيركز مع واحد منهم بيتفاجئ انه شايل عقدة المص في بقه وبعدين دخل جوا شاحنة مستنياء فبياخد رقم الشاحنة وبيقدر انه يطلع بيانات دج وتاني يوم بيوصل للمصنع المهجور اللي دج عايش فيه فبيلاقي كلب قاعد بيحرصوا المكان الكلب قال له جيمس رفع عليه السلاح وقال له هاوها وبقى داب يلا وما تشوحش بديلك بدل مقطعهولك وبيكون دج شايفه في الكاميرات وبيفتح له الباب علشان يدخل وطلب من الكلاب تختفي بسرعة من المكان وفعلا سمعوا كلامه فبيدخل جيمس وبيقول له انا معجب بزكائك طلعت شطر في تدريب الكلاب على السرقة دج قال له انت مين وعايزين فبيقوله انا موظف في شركة تأمين ومعايا دليل انك بتبعت كلابك تسرق البيوت بس ما تخافش مش هبلغ الشرطة انا عايز المجوهرات بس دج قال له انت طماع وعايز تاخد المجوهرات لنفسك فبيضرب طلقة في السق وبيقوله لو ما تكلمتش هقتلك دج قال له طول بالك عم الحج الكلام اخده وعطى الخزنة هناك اهيه افتحها واخد اللي انت عايزه وفعلا بيفتحها وبياخد صندوق المجوهرات دج قال له انا مش مهتم بالمجوهرات اصلا ممكن اسرق غيرها بسهولة فبيقوله طب بتسرقها ليه لما انت مش محتاجها فبيقوله بسرق من الاغنياء وبعطف على الناس الغلابة المهم لازم نتعشى مع بعض بالمناسبة الجميلة دي فبيخبط طلقة خبطات على الطبق وبيضي اشارة للكلاب يهجموا عليه وفعلا مسحوا بالبلاط ايف قالت له بالشكل ده ممكن تاخد اعدام فبيقول لها مش هتفرق انا كده كده مدت من زمان اصلا قالت له صحيح احكي لي تفاصيل اليوم اللي اتقبض عليك فيه فبيقول لها كنت قاعد في امان اللي بحط مكياج وبجهز نفسي علشان رايح شغلي في نفس الوقت ديجو زعيم العصابة اكتحم بيت خوان وعزبوه علشان يقول على عنواني وبعد ما وصلهم لعنوان المصنع اتلوه وبعدين ديجو طلب من الشباب ينتشروا في المصنع ويخلصوا على اي كلب يقابلهم في اللحظة دي دوج سمع ضرب النار وفهم ان ديجو ورجالته وصلوا عشان يقتلوه فبيبلغ الكلاب ينصبوا الفخاخ ويخلصوا عليهم وكل كلب فيهم كان عارف مهمته بالتحديد ودوج بيفتح دولاب الاسلحة وبيطلع اقوى سلاحة عنده وبيوقف على رجله وبيطلع من فتحة سرية في قطه في نفس الوقت واحد من الكلاب بيدخل فتحة في الجدار واول ما الزبون حط دماغه في الفتحة سحبوا من دماغه وقتلوا في الناحية التانية بنشوف الكلب ده موجود في قوضة كلها مية واول ما صاحبنا ده دخلوا القوضة الكلب ينزل سلك في المية وتكهرب وفضل يرقص لحد ما مات وبنشوف واحد دماغه عاملة زي البطاطسايا بيقابل كلب غلبان ولسه هيقتله دوج بيوجه السلاح على قرعته وبيضربه طلقة جابة اجله واحد من العصابة سمع صوت ضرب النار ودخل يستخبف قوضة الكلاب قالت له ايه المفاجأة الجاملة دي ما تخافش كل كلب هياخد قطمة صغيرة وهاجموا عليه وقتلوه وديجو سمع صوت صريخه وبدأ يخاف وبنشوف واحد تاني شاف كلب وجر وراه لكنه واقع في فخ وكان بيصوت بقى على صوت صاحبه اتجه لمكان الصوت علشان ينقذه لكن بيظهر كلبه بيحدفه في مكان الفخ ودوج بيوصل بالسلاح وبيخلص عليهم بطلقة واحدة لكن ديجو بيوصل لمكان دوج وبيضرب عليه طلقة بتصبه في كتفه فبيستحمل الالم وبيسحف في اتجاه القوضة بتاعته فبيدخل ديجو عليه القوضة بيلاقعت بيشرب كاس فبيقوله ده اخر كاس هتشربه في حياتك ولسه هيقتله بتوصل كلاب شرسة وبيهجموا عليه وبياكلوا حي وبعد ما دوج خلص على العصابة كلها نقل الكلاب للشاحنة علشان يمشي من المكان ده واسناء مكان ماشي بالشاحنة قبل الكمين اللي شفناه في اول الفيلم وتم القبض عليه وقبل ما الزبط ياخده للإسم سأله عن مصير الكلاب دي دوج قاله ما تقلقش هم فاهمين هيعملوا ايه كويس واول ما بيدهم الإشارة بينزلوا من الشاحنة وبينتشروا في المدينة وبكده حكل ايه في حكايته كلها وقال لها انت اول انسان احكي لها حكاية بالكامل وقبل ما ايه في تمشي سألته ليه وصقت فيها وحكيت لحكايتك فبيقول لها في حاجة مشتركة بيننا قالت له ايه الحاجة دي بيقول لها احنا اللي اتنين حسنا بالقلم في حياتنا قالت له فعلا وثابته ومشي وتاني يوم الصبح مجموعة كلاب اقتحمت الاسم وهجم كلبه على الامل وافقده الوعي واخده منه المفاتيح وحطوها تحت الباب لدوج ودوج اول ما طلع كان في قمة السعادة لان الكلاب وحشته بس الغريب انه بيضغط على نفسه وبيقوم من على الكرسي وبيفضل ماشي مسافة طويلة وبعدين بيقف قدام كنيسة بس المشكلة انه مشي مسافة طويلة وعمل مجهود قدى ان الرصاصة تتحرك في جسمه فبيقع على الارض من شدة الالم وبيحس ان دي النهاية وبيتجمع حوالي الكلاب بتاعته كأنهم بيودعوه قبل ما يموت وللأسف دوج بيموت فعلا في الناحية التانية ايف كانت خايفة من طلقها لا يخطف ابنها وما تشوفوش تاني فبتبص من الشباك بتلاقي كلب شرس قاعد قدام البيت وبتفهم ان دوج باعته علشان يحميها هي وابنها من طلقها وبيخلص الفيلم على المشهد ده اهم حاجة ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين اشوفكم الفيلم الجاي